روسيا تبحث مع تركيا وقف المعارك في إقليم ناغورني كارباخ الرئيس فلاديمير بوتين دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى بدل جهود مشتركة والقيام بمساهمة بناءة لخفض التصعيد ووضع حد للمعارك في الإقليم بين القوات الأرمينية والأذربيجانية وعبر بوتين في اتصال هاتفي مع أردوغان عن قلقه بشأن مشاركة مرتزقة في عمليات القتال وذكر بيان للرئاسة الروسية أن الرئيسين اتفقا على الحاجة العاجلة للعمل على ضمان الانتقال إلى حل سلمي للنزاع بينما ذكر بيان أصدره مكتب أردوغان أن أنقرة ترغب في حل دائم للصراع في ناغورني كارباخ قبل ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن موسكو تعارض الموقف التركي من الأزمة وطالب لفروف تركيا بأن تكشف بشفافية حقيقة دورها في نزاع الإقليم لا يمكننا الاتفاق مع الرأي والموقف التركي الذي أيده الرئيس الأذربيجاني كذلك بشأن إمكانية وجود حل عسكري للصراع وهذا أمر لا نوافق عليه بالتأكيد من الجانب الأرميني حمل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أذربيجان مسؤولية انهيار الهدنة في إقليم ناغورني كارباخ وقال إن موقف أذربيجان يؤكد نواياها في احتلال الإقليم حسب قوله أذربيجان لم تحترم اتفاق وقف اطلاق النار ولو لثانية واحدة وتواصل الهجمات بشكل مستمر حتى الآن مما يعيق وضع آلية لمراقبة وقف اطلاق النار في الأثناء عبر الزعيم الأرمني لإقليم ناغورني كارباخ أرايك هاروت يونيان الاستعداد للتفاوض دون شروط مسبقة من أجل التواصل إلى هدنة إنسانية نحن مستعدون لبدء مفاوضات من دون شروط مسبقة ومستعدون لتنفيذ هدنة إنسانية ومن ثم بدء المفاوضات من أجل حل سلمي للأزمة رغم أنه لم يعد من الممكن يحل النزاع سلميا ميدنيا تواصلت المعارك بين القوات الأرمينية والأذرية وأعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني كارباخ مقتل عشرات الجنود لترتفع حصيرة القتلى في صفوفها منذ بدء المعارك إلى قرابة ستمائة قتيل الأزمة في ناغورني كارباخ لا تزال تثير تفاعلا بين الأرمني والأذريين في العواصم الغربية فقد خرج العشرات من المتظاهرين أمام البيت الأبيض للتعبير عن تأييدهم للجانب الأذري ودعمهم للمعارك التي تخوضها قوات أذربيجان في المقابل تجمع العشرات من أفراد الجالية الأرمينية بالعاصمة الفرنسية باريس للتعبير عن مساندتهم لاستقلال إقليم ناغورني كارباخ ومعارضتهم للعمليات التي تنفذها قوات أذربيجان في الإقليم الذي لا يزال يشهد انتهاكات متتالية لاتفاق الهدنة المبرمي في موسكو يوم السبت الماضي